النهاردة هتنطلق المرحلة التانية من تنسيق القبول بالجامعات وكثير من أولياء الأمور بيكون عندهم وجهات نظر كثيرة في اختيار الكلية المناسبة لأبنائهم يعني في الحقيقة ربنا يكون فعونكم أكيد موضوع صعب أن انتوا تساعدوا أولادكم من هما أكيد حابين أن هما يكونوا أحسن ناس ويشتغلوا أحسن حاجة ويعملوا لهم بيحبوه لكن بحتاجين أكيد مساعدات من الخبراء النهاردة هنناقش مع ضفنا إزاي نساعد أبنائنا في اختيار الكلية اللي تناسبهم وهل المجموع هو اللي بيحدد مستقبل أبنائنا ولا لا بنرحب بضفنا الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي اللي بنوارنا النهاردة في الستوديو صباح الخير عليك صباح الخير يا فاند صباح الخير يا دكتور صباح الخير يهلا بيك من أخير يعني احنا نتكلم الأول بس عن اللي يمكن خلافة اللي بيحصل ما بين الأباء والأبناء في اختيار الكليات بعض الأباء يقولوا احنا عارفين أحسن منك احنا فاهمين أكتر منك وعارفين الدنيا ادخل طب ادخل هندسة فليه بيحصل ساعات الخلاف ده الخلاف دبعا دايما خلاف وجهات النظر هي خلاف أجيال كل جيل وليه التنصيق بتاعه وليه كليات بتاعته وليه اللي كان عارفه أو العرف بتاعه السائد كلنا عندنا فترة معينة احنا كنا جيل مختلف عن قبلنا واللي دلوقتي موجودين مختلفين عننا الأمور لازم تحسن لصالح الطالب نفسه هو دماغه رايحة فيه هو عايز كلية ايه ودي النقطة اللي دايما للأهل أحيانا بيحصل إجبار على دخول كلية معينة وهذا الإجبار للأسف الشديد بينته بالفشل يعني يا ما طالب دخلت معنا طب وهي مش عايزة طب نهائي بعد كان سنة يعني طبعا نظام نحنا القديم ده كنا ندخل أعدادي وبعدين خمس سنين كان من أعدادي نص دفع بيطلع طب انت يعني ولد متفوق انت اللي دمرته ان انت دخلته كلية مش متماشية مع أفكار ودي نقطة مهمة جدا ان احنا دايما الطالب كل كلية هتلاحظي ان الطالب اللي دخلنا بمزاجهم هتدي دماغهم قريبا من بعض الفكري بتاعهم قريب من بعض فبالتالي بيقدروا يتماشوا مع بعض تلقى فيه طالب انا قاسف واخد شذوس فكري شوية ده هو داخل كلية مش بتاعته هو مش حاب بالكلية مش حاب المادة العلمية يعني النهاردة المواد العلمية دي حاجة بتدرس قد تكون فيها صعوبة قد تكون فيها سهولة اللي بيحبها مش يجده الصعوبة دي نهائيا لكن فيه واحد داخل انا مش راغب في الكلية دي وبدخلها غزبا عني ارضاءا لأهلي او ان هم شايفين ان ده العرف السائد غلط النهاردة انا اسف فكري اختلف عن حضراتكم انتو سنوكم النهاردة يتماشى مع الكمبيوتر مع الحاجات الجديدة انا ما عرفش الكلام ده وبالتالي انا اقولك لا انا عايز كلية تقليدية انا عايز تجارة عايز صب عايز حوق عايز قلسن الجيل الجديد تحقيق رغبات الاباء طبعا رغبات الاباء انا اسف الرغبة دي قد تكون جوايا فيه اب ما حقاش الرغبة بتاعته داخل كلية على غير رغبته وبالتالي هو عايز ابنه يدخل كلية اللي هي كانت رغبته ابن وده نوع من التعصف مع الابن طبعا ان انت اكبرته وبالتالي افشلته في حياته للاسف الشديد امتى يكون فيه حدود للتدخل يعني امتى نقدر نقول ان التدخل الاب والام هنا لازم يحصل وامتى نقول لا ما كانش ليهم لازم ان هم يدخلوا او يفرضوا على ابنهم كلية معينة فيه ولد هو مش عايز ايه او بنته يقول لك انا يعني كله مش فارق معي فيه شخصيات وسواسية ما بتعافش تاخد قرار عندنا انماط الشخصية فيه الشخصيات الوسوسية ما عرفش ياخد قرار هو كل الكليات كويسة كل الكليات تمشي بس انا مش هانف اقول ايه يبقى هنا تدخل الاب والام ان هو بيشرحوله دي كزا لدرجة الناس حتى تقول للأب خد بنتك او ابنك روح بالكلية وقعد مع طالب من سنة ثالثة سنة ربعة هيشرح لك الكلية بصورة لزيزة للولد او البنت هيفهم الكليه دي ماشي ازاي بتالت بأسهل عليك وبعض الجماعات فعلا بتشغل بعض الطلبة من الجماعات دي في كليات مختلفة ان هم يبقوا بيشرحوا للطلبة الجداد هم بيعملوا ايه اكثر قبل ما يقدموا حتى انا ممكن انا مثلا انا بشوف عندنا في طب لما تيجي تقدم الوراء ابنك خلاص دخل بيجي ياخدوه مجموعة تمشي معا في الكلية تخلصوا الاجراءات لكن من عايز يروح قبل يقدم على الكلية يشوف كلتين ثلاثة وهو الولد لما يقعد او البنت تقعد مع كزا طالب كزا كلية هتلقى دماغة ماشية مع الكلية معايا طب ازاي ساعدهم بقى يعني احنا قلنا انه في بعض الاشخاص بيبقى مترددين هو مش عارف وعايزي هنا اساعده ان انا بنور له الطريق في الكلية دي يعني بقول له دبص ادي مثلا زي حاسبات فيها واحد اثنين ثلاثة اربعة ترجمة فيها واحد اثنين ثلاثة اربعة علوم صحية فيها واحد اثنين ثلاثة اربعة النهاردة قسم الادلة الجنائية في كلية العلوم واحد اثنين ثلاثة اربعة دي اقسام حاش كان يعرف عنا حاجة وهي دي اللي هي المستقبل يعني النهاردة فيه كليات كانت يعني زي ما بقوله كده غلبت على امرها فترة ولكن الكليات ده هي المستبل العلوم الحوول لو انت مشيت فيها كويس كليات الأداب لو مشيت فيها كويس أي كلية هتنجح فيها هتنجح في حياتك لكن تدخل كلية انقسف تمشي في طبور خلص زي غيرك وتنتظر دكتور حركة كلمت عن نقطة مهمة جدا ان في بعض الأولاد او بعض الطلبة او يعني لسه مش عارفين تسألهم عايز تدخل ايه عايز تطلع ايه اقولك معرفش وده شفته انا شخصيا نفسيا ده بيكون سببه ايه اما انا اسف معلوماته قليلة ده هنفترضها انها موجودة انه هو اهتماماته في السوشيال ميديا اهتماماته بالأغاني اهتماماته لكن مراحش لسوق العمل او مراحش حتى لو اهتماماته بالأغاني يعني حتى لما انت تيجي تسأله ما يقولكش حتى عايز اطلع مغني ما فيش ولا اي حاجة دي قلة خبرات وقلة تعتنى بنفسه يعني هي قلة خبرات نتجة من ايه تلقعتنا بنفسه الجزء التاني فيه شخصيات وسواسية النمط الشخصية الوسواسية ما يعرفش ياخد قرار في اي شي يعني نقولك اه دي كويسة بس ما ديش ياخد فيه قرار اه دي كويسة يبقى هنا التدخل الاهل هنا حاسم لازم يساعدون هنا ناخد القرار احنا معاه انه لو سبنا له الناس فهيعدل مكتب التنسيق وتعدل السنة الجاية هو مخش في كل حياته اصلي مش في التنسيق بس ده حياته الشخصية ما بيعرفش ياخد قرار وده اللي احنا واخد بالك ده اعلمناه علمنا الصغر يعني دي مشكلة في الولد او البنت واحنا في التربية اللي حطناها وبالتالي طالع بدون اتخاذ قرارات في حياته عامة حتى في الجواز حتى في العمل هاتي دي مش عارف ياخد اي قرار في حياته طيب يعني تقصد تقول ان المرحلة دي مرحلة اللي هي طبيعة خاصة بالنسبة للطلبة طبعا المستقبل المستقبل على الجانب الاخر فيه كمان اباء بيتوقعوا او بيتخيلوا انه وصول الطالب لهذا السن انه خلاص داخل الجامعة فهو وصل لمرحلة النطج نطج العقلي والجسدي والنفسي وده اعتقد في تصوري انه اعتقاد خاطئ لانه لسه ما زال محتاج الدعم في كل امور حياته بس احنا لو بصنا لها من منظور الورقي على الورق انت وصلت السن 18 سنة اذا انت ناضج ومسؤول عن تصرفاتك على الورق لكن على امر الواقع بتختلف من ولد الاب اخر فيه ولد ناضج فعليا نفسيا وانت بتتكلم معاه هو عارف عايز ايه في حياته هو محدد نقاط حياته من سن 14 سنة هو محدد مستقبله وشايفه فين وده هينجع مهما كان المستقبل اللي هو وقده قد نعترض عليه نختلف معاه ولكن انا بقولك ده هينجع في حياته فيه واحد تاني وصل لسن الستين وهم ما بيعابش ياخد قرارات في اي حاجة هينجع في حياته دي نقطة مهمة جدا حتى لو اشتغل شوية او درس شوية في كلية وصابها وروح لكلية تانية حتى لو ما اشتغلش باللي هو تعلمه ده هينجع فيه يعني نمازج قدامي فيه ناس اكبرت ولادها على دخول النهاردة الدخول للكليات اصبح متاح الكليات الجامعة الاهلية او الكليات الخاصة فالأب بساعات بيشوف ابنه طبيب انا نفس ابني ابقى طبيب دخله الطب وصل لسنة رابعة خمسة الولد مش حابب دي اقدم رح سحب ملف بتاعه هو في سنة رابعة وراح نال لكلية تاني ونجح في الكلية بسرعة وعدل لأربع سنين واصبح نجح جدا في الحالة العملية طيب انت اللي ضيعت ليه أربع سنين يعني لما الولد بيجي يقعد معايا مثلا في الهيادة طبعا الولد دخل في اكتئاب نتيجة الكلية اكتئاب نتيجة ان هو مش عايف يتفاهم مع أسرته الخلافات طبعا مستمرة انت أربع سنين من عمرك ضيعين يقول لي يا دكتور الاربع سنين انا بتخانق الاربع سنين انا مش عايز انا بنجح في الكلية لمجرد ان انا بروح احضر وهم متخالين ان هو بيتدلع اه يقول لك ما هو بينجح ما هو كويس ان هو بينجح يا سيدة انا بنجح بس ان انا بذاكر لكن مش حابب المادة يقول لي انا مش لاقي نفسي في المهنة دي ودي اصعب شيء ان انت تجبر ابنك على دخول مهنة هو مش حاببها لمجرد ان انت كان نفسك فيها او لمجرد ان انت بتمارسها فعايز تجبر ابنك عليها بعكس فيه ولاد تاني هو شايف نفسه متقم الزور والده او عايز يطلع زي والده خلاص ده حق رغبته فينجح فيها طيب لو الشاب عنده 18 سنة واولياء الامور قادرين يشوفوا ان هو عنده من الشخصية القوية ما يكفي ان هو ياخد قراراته بنفسه فخلينا نقول مثلا ان هو في المدرسة قدر انه يعمل حاجة على الانترنت يشتغل فيها يجيب بيها فلوس او عنده فكر ابداعي او 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 هل في سن صغير شوية يقدر الاهل ان هما يصقوا ثقة عمياء في قرارات الولد او البنت حسب القرارات السابقة بتاعته ومدى نجاحها من عدمه معنا بقول بقى الحضرك لو المثال بتاع ان هو ناجح هو ناجح خلاص ده علامات النجاح بتبان في الانسان في ايه اتخاذ القرارات النطج الفكري وتعدد المواهب عنده مواهب بيحب يمارسها علاقاته الانسانية كويسة جدا مع الاخرين ده تقولها الانسان هينجح ان هي الشخصية بص يا فاندون لا طبيب لمهندس لمحامي لا خارج تجارة لاعلامي واتفر طالما لا يوجد نطج في الشخصية لن ينجح في هذا العمل انا اسف كم من الاعلامين بدأوا شهرين ثلاثة ما يكملوش ليه عدم النطج الفكري اطباء دخلوا المجال وقاعدوا موظفين لغاية لما طلعوا معاش عدم نطج فكري كلما يكون فيه النطج الفكري ما ليش علاقة بالمجموعة المجموعة ده مذاكرة فهمت مادة حليت خدت مجموعة ولكن النطج الفكري ده علاقات انسانية المواهب ايه علاقاته مع الناس ايه تفاهم للاخرين ايه تفاهم النفس وده الاهم انا شخصيتي ايه ويه اللي يمشي مع شخصيتي مع نمط الشخصية بتاعتي فيه حاجة ممكن انجح فيها فيه حاجة ممكن ما انجحش فيها خالص فبالتالي الولد اللي نجحه عمر 14 سنة زي ما حضرتك وجاب فلوس وهو عمر 14 سنة 15 سنة ده هتليه في يوم الايام رجل اعمال كبير عظيم طبيعة العلاقات يا دكتور ما بين الطلبة في المدرسة هتكون حاجة وفي الجامعة حاجة تانية خالص الجامعة يكون فيها برضو يعني نوع من زي ما حضرتك قلت فيه نطج ففي جو برضو مختلف من الالفة ازاي نعد اولادنا نفسيا لهذا المرحلة بس كل ما يكون الولد الحتة الشخصية بتاعته سوية والشخصية بتاعته سوية ناضجة كل ما هيدخل الجامعة متفاهم ايه الخطوة اللي انت دخل عليها فيه واحد مش فاهم دي ودي مشكلة بنقابلها في الجامعة دايما في ايه ان طلبة كتير بتدخل هي مش فاهمة مهية الجامعة وبيدور لسه مين هي الجامعة عالم مختلف تماما هو لسه مستنى مين الكتاب اللي هيجيله مسلا بناشي الكتر بتاعتنا لغاية دلوقتي المحاضرات ده في سكشن هنا وفي محاضرة هنا وفي مدرج وانزي مدرج اربعة وانزي مدرج الحملاوي واطلع على مدرج مش عافيه وادخل سكشن ايه الامور تايها المذاكرة في ولاد اعتبروا ان السنوية العامة نهاية مطاف ده كتير زاكر جاب مجموعه كويس داخل الكلية واللي هو نفسه فيها عمل اللي عليه كتابه اه داخل الكلية المكنة وقفت شوية بيبدأ يفوق امتى على اوائل قبل الترم بقى انت عندك انتحانات ترم ايه انتحانات من نص من هناك ما عرفش عنها حاجة عشان كده بيعصل دروب لطلبة كده دايما اول ترم ده بيبقى محدش فاهم حاجة دروب وممكن تسقط عيد السنوة هنسبل الامراض طبعا انت عافل ان الامراض النفسية امراض جينية وقته ظهره كله من 15 ل 25 سنة يعني فترة الكلية دي فترة تضجو المرض للأسف ففي امراض نفسية بتظهر مع بعض الطالبة اه بتعطلهم ده حقيقة شوفها كتير جدا في بقى ان الطالب نفسه لم يستوع بنفسه ملحقش نفسه الطالب اللي يكون شاطر ومذاكر كويس قبل كده ويجي بيحصل له دروب هو ما خدش ان يسقط مخدش ان ملحق ما خدش ان لا انت هتعيد سنة او هتعيد مادة ده احيانا ما بيتحملهاش هزي الصدمة ما بيتحملهاش فالصدمة بتجيب صدمة اخرى ما بيعرفش يقوم منها زي بيقوله هنا لازم عشان كده الدعم الاكتر محتاجه اول سنة يعني عشان كده انت المحاضات الكتيري فيه كليات بتجيب طلبة تقعد خصوصا بتاعه سنة اولى فيه طلبة من الكبار يعودوا معهم بص مدرق كذا هنا مدرق انت محاضراتك الساعة كذا تبقى موجود قبلها بربع ساعة تبقى كذا فيه طلبة تانية مش متخيرة انا دخلت الجامعة خلاص انا الحرية هاجب فيه ناس بتعترف بدي فبتتراجع بس انا حسن وده طبيعي شوية لانه بحيث انه اختلاف من المدرسة انا ما شلتش مواد لكن انا مثلا اخدت وقت افهم ايه الفرق ما بين الساكشن والمحاضرة مثلا يعني حد فاهمني انه معيد فانا بحيث انه يمكن التوتر والقلقة ده طبيعي في اول ترمي حتى ودخول حاجة مختلفة تماما مفروض اول اسبوعين تلاتة مقبول صحة بس مش ترمي بحالة بعد ترمي لأ مش سنة اه في ناس لا في ناس بتامن في حائزاتها بيبقى متخيل اوه متخيل يعني انا شاطر فحتى هاجف الاخر هقعد اذاكر هعوض اللي فات لأ ما بيحصلش انه بيلا الامور زي ما بيقولوا كده بالبلد فرطت مني طيب دكتور يعني بما اننا بنتكلم عن المرحلة اللي هي صعبة جدا على اي حد مهما كانت طالب شاطر او لأ انه داخل على مجتمع مختلف تماما كليات مختلفة من يعني هندسة لصيدلة كل كل في نفس الحرم الجماعي التوتر والقلق اللي بيحصل للطالب ده ازاي نفسيا يقدر يتخطاه عشان يبقى عنده من الثقة بالنفس كفاية انه يقدر يدخل المحاضرة ويسأل الدكتور وسط العدد الكبير ده من الطلبة برواح لي بصي هو بيحصل لنا كلنا وحصل انا في تيكي طبعا من 40 سنة هصلي شعور بالغربة بعيدة عن اهلك جدا دخلت في مكان غريب ممكن دلوقت الجماعات الله هو اكبر كتير جدا في كل المحافظات زمان كان ست سبع جماعات فلازم كنت لازم هسيب اهلك شعور بالغربة ده مسيطر عليك انت شايل هم حاجات كتير قوي اكلك شربك نومك صفر كل دي مشغوليات ولكن شعور بالغربة داخل المكان وده الاسوأ لسه بتتعلم بتتعرف على ناس جديدة لسه بتبدأ انت ايه بتتعرف النهاردة على واحد ما بترتاحش شوية بتعرف على واحد تاني وده ملاصق للدراسة هو هتفهم ان انا من صاحبت الواحد ده موليش علاقة بالدراسة لا ليه علاقة صاح لجنبك في السكشن اللي جنبك في المحاضرة كل ما بترتاح ليه وتبدأ وتبتلوا معلومات مع بعض بيسهلك انه بيقولك ايه زميلي انا ابن خلت في سنة تانية قال لي كذا في قريبي مش هافيه اللي معايا في المدينة الجامعية في السنة التالتة قال لي خد الورق ده بيسهلك حاجات بتلوا الامور بتمشي وقفتي مع نفسك وانطويت على نفسك ومتخيلا ان انت لما مجرد تروح المحاضرة وتقعودي انا اسف تسعين في المئة خمسة تسعين في المئة من الطلبة فاول تلت شهور قاعدين في المحاضرة مش معمين حاجة خصوصا اللي جاي من المدرسة اسف عربي ودخ كلية مثلا طب او هندسة بالانجليش قاعد لسه الامور تايها لسه مش قادر يستوع فكل لما بيكون في حد بياخده تحت ايده حد بياخده ويسهل له الامور لا لا بتفرق كتير جدا سواء زميلك او حد قابلك بدفع او دفعتين بتفرق معك مئة في المئة عظيم كده دايما لو لك شوف حد يقدم منك او صاحب حد كويس هيساعدك الصاحب السيء هيسحبك بقى ايه تنروح حفلة تنروح رحلة سمك من كلية ضع الولد ضع الولد وده بتحصل برضو دي نقطة مهمة جدا برضو نحن نخلي بالنا من ولادنا زي ما دكتور جمال قال انت دورك ان انت تنصحه دورك ان انت تنور له على الحاجة الصحة والسوق العامل عايزها او الكلية اللي تناسب امكانياته وفق متابعيتي ليه طول الفترة اللي فاتت لكن ان انا نكبره ده بيؤدي في النهاية الى فشل الطالب فيه الكلية ويرجع تاني يضيع عليه سنين وده طبعا بتبقى مسئولية الاب والامة نشكر حضرتك طبعا شكرا جزيلا دكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي شرفتنا نورتاني على كل حالة والطالب درس الحاجة اللي هو بيحبها السنين الجامعة دي هتبقى احلى سنين عمره